رجعنا لحضراتكم ومازلنا مع الكلام عن دور الأب وكنا قبل الفاصل يتكلمنا عن حاجة مهمة جدا تكلمنا على أن كل الدراسات بتقول اللي كل ما كان الأب كان قريب عاطفيا مع أولاده كل ما كان الأولاد أبعد ما يكون عن المشكلات النفسية وكل ما كانه أكثر قوة في التعامل مع المشكلات وأبعد ما يكون في التعامل مع المشكلات النفسية وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان لي جلسات لعب مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل الصحابة كده ويدخل سيدنا أبو بكر على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله motherboard يأمل ايه يركب سيدنا الحسن وحسين على ظهره ويدخل عليه الصحابة فيجده يسير على أربع فسيدنا أبو بكر الصديق يقول وهو شايف حضرت النبي كده فنعمل جمل لجملكما وكانوا بيقول مفيش حاجة زي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طيب حضرة النبي كان بيعمل كده مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ليه عشان يحسسهم بقد إيه هو حريص على سعادتهم المشاهد الصغيرة دي بتخلي الأولاد يحسوا أن سعادتهم جزء أساسي منها وجود الأب لكن احنا حصل عندنا انكسار لدور الأب في حياة أولادنا في الفترة الأخيرة لكن في الحقيقة شخصياتنا وشخصيات أولادنا جوهر أساسي فيها هو ما يقوم به الأب من دور حتى أن دور الأب ليه علاقة وثيقة بعلاقة الإنسان بربه زي ما احنا قلنا فكثير من أحوال التمرد مع الأب بتتحول لتمرد مع الرب زي ما قلنا يا سادة عشان ما نكترش عليكم الأب ليه خمس أدوار واضحة أساسية في حياة أولاده أول حاجة أنهم يعلموا إزاي يستثمروا هويتهم وذوتهم وده دور أبوي بالجدارة يعلموا إزاي يكتشفوا نفسهم وإزاي يقدروا يستثمروا هذا الاكتشاف ويعلموا إزاي يقدروا يستثمروا في أفضل الأماكن حتى الكلام ده مش مع الصبيان بس كمان مع البنات لأنهم بيبقوا دايما محتاجين سند وظاهر عشان ينطلقوا في الحياة وليس معنا أن ينطلقوا أنهم يخرجوا عن إطار لكن ينطلقوا يعني يمرسوا أدوارهم ويعيشوا حياتهم وهم حسين أنهم في أمان كمان مهم جدا زي الدور الأولين ده بيكمل عليه الدور التاني اللي هو الأب ده أنه يوفر مساحة أمنة لأبناءه مش مادية ولكن إنسانية كمان آه ممكن كمان يكون جزء من المساحة الأمنة دي جزء مدي لكن جزء الأكبر فيها هو الجزء إنساني وده مش بيحصل غير لما الأب يكون ممتن لبنوة أولاده حتى ولو ما كانوش متوافقين معاه مثلا ممكن الأب يختلف مع أولاده بس وجودهم في حياته هو اللي يدالوا معنا الأبوة وعشان كده لازم يكون ممتن لهم أنا أعرف أباء كتيرة أزوا أولادهم لأنهم ما اعتبروهم كانوا غلطة فالأولاد يتأذوا كتير جدا 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 الدور اللي بعد كده إن الأب يدعم ثقة الأولاد بنفسهم فالبنت مثلا سمعها من أبوها إن هي أمار سمعها من أبوها الكلام الحسن ولازم نقول إن الكلام ده وسمعها كمان من أمها إن هي بنت مش زي بقيت البنات بنت مشاء الله ربنا وهبها من الخير والبركة والنور كل معاني الاحتواء ده بيخليها محمية من الاحتواء البديل خارج الأسرة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف كان يتعامل مع السيدة فاطمة كان يقبلها بين عينيها ويجلسها مكانه ويبسط لها رداءه الله أكبر على ده دعمه على ده مسنده وعلى ده وثقة بنفسها لدرجة إن هي بعد كده تبقى مشيتها زي مشيت النبي وبعد كده تبقى اسمها يبقى لقبها إن هي بنت أم أبيها يا سلام الحاجة الدور الرابع اللي بيقوم بيه الأباء إن هو يعلمهم مهارات الحياة مين أقرب واحد ممكن يعلم الأولاد مهارات الحياة يعلمهم مهارات الحياة والتعاون مع الأحداث الصعبة ولذلك إيه اللي يحصل شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال على سيدنا الحسن إيه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين إذن علمه إزاي يتعامل وخلاه جاهز إن هو يتعامل مع المسائل الصعبة ولذلك كان سيدنا الحسن هو الذي أخمد الفتنة والأم كمان بتطمئن كمان وبتطمئن أولادها لكن الأب بيعلم أولاده مفهوم إزاي وجهه الحياة وده دور أبوي بالدرجة الأولى فيعلم أولاده المهارات والمعلومات اللي أمه محتاجي لها عشان سوق العمل فلازم هو يعلمها لهم ده وكمان لازم يعلمه المهارات دي ويا مغموسة في القيم الدور الأخير اللي بيقوم بالأب هو الدعم والمسندة فالدعم والمسندة الأبوية بيخليهم ليهم ظهر فيقدر كل واحد فيهم يمارس حياته بقوة ويعيش حياته وحاسس إنه هو في أمان الفلوس بوسيلة ممكن نجيبها لمن آدم لكن دور الأب هو الأهم دور الإنسان دور الأمان دور الاحتواء دور الدعم دور الظهر دور السند كل دي أدوار مهمة لازم يجوم بيالأب وإحنا عشان ندعم هذه الأدوار عندنا شوية إجراءات لازم نشير إليها أو الإجراء لازم نعمله مع ترسخنا بقى في نفوس الأولاد إن الأباء دولة ربنا سبحانه تعالى جعلهم منا ونرسخ كمان في الأباء إن أنتوا هتكونوا أكثر رجولة وأكثر قربا إلى نوع من أنواع القيم العليا لما تقوموا بأدواركم تجاه أولادكم أول حاجة لو كنت زوجة حاول تتكلمي مع زوجك في تربية أولادك وكوني عونا له على ذلك وخليكي دايما بتحطي زوجك في المكان المناسب لي عشان يقدر يمارس دوره وإياكي تنحيه وإياكي تقوموا بدوره في الأسرة لأن ده في الحقيقة ينعكسا سلبيا على الأسرة كمان الأب خليك دايما عندك وقت بتخصصه الأولادك تعود فيه مع أولادك وتتفقدهم وتسمع لهم وتتبادل معهم من معرفة وده ما فيهوش مانع خالص أن تتعلم منهم وخاصة في زمن التكنولوجيا ما فيهوش مانع أن تتعلم منهم زي ما هم بتعلمهم منك تالت حاجة الأبناء لازم يقوموا بامتنان لأباقهم ويكونوا حرسين لامتنان لأباقهم على أدوارهم الإنسانية مع أدوارهم كمان المالية اللي بيقوموا في حياتهم كل ما يحصل ده كل ما يحصل لامتنان الأباء عيحسوا بدورهم الحقيقة في حيات أولادهم لو سمحتوا امتنوا لأباقهم عشان يقدروا يستمروا ويكملوا يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن حاجة مهمة ويدور الأب وهناستمرنا نتكلم في هذه الملفات عشان الملفات دي الملفات بتوجع بس الكلام عنها بيريح والكلام عنها كمان بوعي وإزاي هنقدر نعيش بحياتنا بيخيل حياتنا أوسع وأسعد يا رب اجعلنا من السعداء والهمنا ويسع في حياتنا عشان نقدر نعيش حياتنا في نورك وفي مددك يا رب العالمين